اهلا بيكم وعايز اقول لكم حاجات كتير بتدور حوالينا ومش عارفين نجيب اصلها وبدأتها من هنا ناس كتير جديد بتقول لك مثلا البنك الدولي والمنظومة الدولية دول ضد الشعوب اه كلام ده كلام مصبوط ودايما بلاقي ناس بتتكلم عن الحكومات الخافية دايما تلاقي صندوق نقد الدولي مثلا ما دخل الدولة الا افسدها وجعل اعزة اهلها اذلة سبحان الله هو كده هو الذراع الاقتصادية لمؤسسات مهيمينة على اتخاذ القرار في العالم طيب دايما تلاقي ناس بتتكلمك على القوى الخافية ومثلا كل المبادئ الديمقراطية في الغرب في امريكا وفي اوروبا تتحطم ويلقى بها في صندوق القمامة طالما ان الموضوع يتعلق باسرائيل اسرائيل فوق كافة المبادئ الديمقراطية التي يتغنى بها الغرب وهي مبادئ طبعا يعني لا جدالة على اهميتها وعلى انها هي سبب ارتقاء هذه الشعوب والضمانة الوحيدة لقوة هذه الشعوب هي الضمانة الديمقراطية والقيم الديمقراطية والقانونية ولكن كل هذه القيم تتحطم عند اسرائيل لذلك تجد ان التعامل مع الملف الاسرائيلي في الغرب ملف فوق القانون الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري يتنادذون بالالقاف داخل مجلس النواب ومجلس الشيوخ الا مع القضية الاسرائيلية تجدهم جميعا قلبا وقلبا بل على العكس اذا كان الديمقراطيين يريدون مثلا تمويل مشروع لاسرائيل بخمسة وتلاتين مليار تجد من الجمهوريين من يطلب ازيد من ذلك المبلغ لصالح اسرائيل طيب كل ده ليه انا انا هقول لك وحضرتك يعني اللي عايز يصدق يصدق اللي مش عايز يصدق يراجع في يوم الايام هيصدق برحتنا ولكن دعونا لا ننشغل بفرعيات خلينا نركز على الاصل فكرة المخلص هناك فكرة المخلص التي يؤمن بها الصهاينة مش كل اليهود بالمنازمة الصهاينة اليهود وقطاع كبير من المسلمين كل دول بينطوغوا تحت اسم مثلا احنا ما بنعرفش في هذه المنظمات غير الماسونية الصهيونية جميل ولكن ما هو المحرك او ما هو الرابط لهؤلاء المخلص فكرة المخلص هو يسوق لك ان المخلص هو المسيح وهذا الكلام عاري تماما من الصحة هذا ما يسوقوه المسيح المسيح عيسى بن مريم بالعكس هو من سيحبط هذا المخطط ومن سيقضي على هذا المخلص هو الدجال البعض اقول لي يا جماعة ما فيش حاجة اسمها دجال هو فيه دجال من القرآن انا هقول لك كل حاجة دلوقتي بس حضرتك بس يا ريد ما تستعجلش في الإجابة بداية الصراع ليس من الآن ولا من سنة 48 ولا من سنة 1900 ولا من سنة واحد لا 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 بداية الصراع بدأ منذ بداية خلق آدم وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا مين إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه هو الوحيد اللي قال لا لا مش كده بس واستقطر على بني آدم خلقتهم من طين وخلقتهم من نار أنا أحسن أنا أفضل منه خلقتهم من طين وخلقتهم من نار وكل الكلام ده حتى لما آدم دخل الجنة برضو ما سابوش في حاله ودخل ووسوس لي وقال له الشجرة دي ألا أدلكم على شجرة الخلد وما منعكم ربكم في النهاية هو مستقطر على بني آدم أن يكون هو الخليفة في الأرض لذلك تجد آيات كتير بتدلل على ذلك إنه هو عدوك وقبلك نفس الآية قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذرياته وأولياء من دوني لا بئس للظالمين بدلا شوف هنا ربنا قال بئس المين ما قالش بئس للفسقين بئس للكافرين بئس للضالين قال للظالمين لأن أنت هنا لا يؤمن بهذه الفكرة إلا ظالم لنفسي أو ظالم الآخرين لذلك تجد أن الظالمين هنا منهم كتير من من يحكمون ومع الفكرة قلبا وقالبا وكتير ومعروف وإنت حضرتك بتشوف منهم ناس كتير مع فكرة إن هم ماشيين في فلك المخلص طيب هو الشطان قادر إن هو يحاربنا هو مش بيحاربنا بنفسه ليه؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان خلاص معروفة بس هو بيعمل إيه؟ هو ممكن يخلي اتنين إخوات يقتلوا بعض زي ما حصل في قبيل وهبيل هو قبيل وهبيل ما هو الشيطان اللي هو اسوس وهو اللي كبر الموضوع في دماغ قبيل قتله هبيل طيب يبتد إن هو يعملنا فرق يعملنا مذاهب يعملنا شعوب وقبائل يبتد إن هو يفرقنا حتى اليهود نفسهم مش علي قلب رجل واحد بالمناسبة هو مقدرش إن هو يدخل كل اليهود تحت مظلته ما قدرش يدخل كل المسيحيين تحت مظلته يدخل كل المسلمين تحت مظلته لكن هو قادر هو قادر على إدخال من هم ليسوا بدين تحت مظلته سواء كانوا يدرون أولا يدرون بالعكس هوا مجرد إن انت لاديني انت في النهاية هو دا الهدف أنا عايزك كدا هو إبليس عايزك كدا طيب إعلقة إبليس بالمسيح الدجال البعض يقول لك ما فيش حاجة اسمها المسيح الدجال والقرآن ما فيهش المسيح الدجال هو بس انت حضرتك بتتقول على القرآن الذي لا تقرأه انت بس لو قرأت القرآن هتعرف ان فيه اشارة للمسيح الدجال هو ابليس في النهاية لم يجد الا يعني مقاومة قال ايه ربنا سبحانه وتعالى قال ايه للمولى عز وجل قال له ايه قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين الى يوم يبعثون لا الى يوم الوقت المعلوم خلي بالك كلمة الوقت المعلوم هنا لما ربنا كان قادر انه هو يخلي الكلمة قال رب انظرني الى يوم يبعثون لما ربنا كان قادر انك من المنظرين الى يوم يبعثون ليه الى يوم الوقت المعلوم اربط هنا الاية دي بقى بحديث تميم الداري اللي فيما معناه كله اختصره لك لانه حديث طويل شوية ويرسر جعلو حضرتك انه هم قابلوا مسيح الدجال على احدى الجزر اللي قذفتهم بعض الامواج العالية وسألهم من انتم واطوقوا لخبريكم وسألهم عدة اسئلة عن نخل بيسان وبحر الطبارية وحاجات كتير كده وقال لهم اوشكوا ان يؤذن ليه تمام كده وعرفوا ان هو المسيح الدجال تمام كده وكان النبي مهتم جدا بالمسيح الدجال حتى كان بيجري وراء ابن صياد ومتخيل ان هو المسيح الدجال لانه فيه مواصفات له كلام من ده ولكن في النهاية المسيح الدجال اعايش ولا لسه هيتولد لذلك انت بتلاقي على السوشيال ميديا بعض الناس اللي بعتبرهم من السزاجة الفكرية شوية بمكان يجيب لك صورة طفل مثلا بعين واحدة بيقول لك وولد المسيح الدجال ابدا المسيح الدجال موجود ومن المنظرين موكلمة من المنظرين ليس ابليس فقط هو المنظر ولكن هناك اخرين من بعض من كل طب انت عايز تقول لي يعني يعني المسيح الدجال عايش اه عايش بالاية وبحديث تميم الداري الاية حكم عام والحديث اعتقد ان هو حكم خاص بان المسيح الدجال شخصيا عايش عايز تقول لي ان تميم الداري من 1400 سنة لما قابل المسيح الدجال احنا دلوقتي مفيش ناس بتلطقي ولا تعرف مكانه ولا قعدوا معاه ولا سجدوله ولا مستمينه يخرج وبيعملوا كل اللي هو بيقولهم عليه لا طبعا المسيح الدجال عايش ولكن هو لم يؤذن له بالكشف عن هوياته والظهور هو لن يظهر في الارض الا اربعين يوم يوم بمقدار سنة يوم بمقدار شهر يوم بمقدار اسبوع و37 يوم ب37 يوم وحينما يظهر المسيح عايش ابن ماريم سيذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء كل دي يعني موجودة بس حضراتكم ما بنقراش ما بنصدقش فكرة التشكيك الدائم في ان كل الاحاديث لابد ان نلقي بها عرض الحق ابدا ان كان هناك البعض يحتاج الى اعادة نظر الى تنقيح للتراث تمام انا ممكن امشي معاك في ده ولكن التنقيح ليس معناه ان نلقي بكافة حديث عرض الحق ابدا ما هو ده اللي هو عايزك توصل له هو عايز يمحو اثرك من خلال كتب التراث والقرآن ذاته بالنسبة له هو مستهدف تاريخك مستهدف حتى الجغرافيا مستهدفة حتى الفلسفة مستهدفة حتى علم النفس مستهدف حتى المنطق مستهدف عفوا حتى المنطق مستهدف كل ده مستهدف طيب الفكرة في ايه الفكرة ان ده صراع ابدي وليس مجرد صراع تاريخي محكوم بحقبة زمنية او فترة زمنية هذا صراع ابدي ولد مع بداية ادم وخلق ادم ولن ينتهي الا بقيام الساعة او بالوقت المعلوم الوقت المعلوم هنا ممكن ان يكون نهاية الدجال ظهور الدجال ولكن هو وقت معلوم لا يعلمه الا الله حتى لا نذهب بعيدا ولكن انا حديثي ليس حديث ديني ولكن هو حديث سياسي قدر ما هو ديني ولكن هو مجرد تجميع للصورة وللمشهد بازل بنجمعه مع بعض نصل في النهاية للصورة لذلك انا ارى ان العالم الان بين فريقين فريق المسيح وفريق المسيح الدجال ليس هناك فريق ثالث يعني اي حاد يقولك لا انا لا مع ده ولا مع ده اعرف ان هو قولا واحدا مع الدجال لان نحن امام مسألة مصيرية فيصلية مع انت يا مع هنا يا مع هنا ما فيش حاجة اسمها انا طرف ثالث او انا طريق ثالث الطريق الثالث هنا غير موجود وغير مسموح هم طريقين خلي بالحضرتك من انصار المسيح الدجال ناس ممكن يكونوا بيصلوا معاك في المسجد وفي الصف الاول وناس ممكن تكون بتشوفها في صلاة الفجر وفي الصف الاول مش معنى كده انها بتمثل لا 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 دي ناس صادقة وبتصلي وبتتبرع الى الله وممكن تكون بتقويم الليل في منازلها وممكن يكونوا بيقرأوا القرآن وبيعملوا حجه وعمره ولكن في النهاية هو عنده ضعفة في التفكير وممكن يكون من اتباع المسيح الدجال بالمناسبة فالمسألة عظيمة الفتنة اعظم فتنة في الوجود هي فتنة المسيح الدجال لذلك حذرنا منها النبي ومفروض ان احنا بعد كل صلاة لما اني أعوض بك من فتنة المحة والمماتة وفتنة المسيح الدجال خلي بالك دي مهمة جدا وقراءت ايات من صورة الكهف وكل الكلام ده ده مهم ولكن الاهم ان انت تبقى فاهم كل ما يدور حواليك انه بيدور في هذا الفلك الصراع الاسرائيلي ليس بمعزل من الصراع الابدي تمام احنا اتفعنا على بعض المصطلحات هو صراع ابدي وليس صراع تاريخي تمام كده قتل الرموز على فكرة هتقول لي المخططات بتاعتهم بقى دي كده احنا نستسلم ابدا على مدار التاريخ وعبر التاريخ كان هناك هذا المخطط يسير ويتقعقر يتقعقر بحكم الناس القوية الايمان قوية العزيمة التي كانت تقف ضد هذا المخطط انا مش هروح بيك لبعيد قوي انا هجيبك من التاريخ القريب قلب ارسلان ارتغرل عصمان ابن ارتغرل صلاح الدين الايوبي كل هذه الاسماء كانت اه وفي التاريخ الحديث او المعاصر خلينا اقولك يعني ممكن ما يكونش عندنا غير مثلا انتصار 73 يعني في التاريخ المعاصر وفي التاريخ المعاصر تقريبا مفيش عندنا غير انتصار 73 كل ده كان بيشد هذا المخطط الى اسفل ومع ذلك لم تكن كل هذه الانجازات وكل هذه الاشخاص اللي انا ذكرتها تنتصر بسهولة وكأنها في نزهة ابدا كان صراعا قويا ولكن كانوا اقوياء الايمان قبل ان يكونوا اقوياء الترتيب والعتاد بل على العكس كان عتادهم في اغلب الانتصارات اقل بكثير من العدو عددهم كان اقل بكثير من العدو ولم يستسلموا صلاح الدين الايوبي اللي البعض دلوقتي طلع بيشكك فيه وطبعا التشكيك في صلاح الدين وسقوط صورة صلاح الدين ليست مسألة هينة بل هي مدروسة انت صلاح الدين من الحاجات اللي انت بتتفخر بها في تاريخك بعض المفاخر التاريخية لابد ان يتم هدمها حتى يتم هدم التاريخ بشكل عام احنا مقدرناش ان احنا مقدرناش ان احنا مقدرناش ان احنا مقدرناش ان احنا نهدم صورة صلاح الدين ولا صورة الناس العظماء اللي في التاريخ فالبديل بقى او بلان بي لا الغي التاريخ كله مش عايزين قراءة التاريخ مش عايزين دراس التاريخ ليه ما هو انت لو مفيش قدامك صلاح الدين مفيش قدامك انتصار اكتوبر مفيش قدامك قلب عرسلان مفيش قدامك كل الناس اللي انتصر الدين وعطالت هذا المخطط الشيطاني انت هتستسلم هتستسلم وتقول لا خلاص ده مخطط كبير انا مش قده لذلك ناس كتير دلوقتي انضوت انضوت تحت ناس كتير اوي دلوقتي انضوت تحت هذا المخطط بدعوة انها هم الاقوى وانهم هم الاكسب بالمناسبة هم معاهم كل ثروات العالم حتى الثروات اللي مش في دولهم وفي دول اخرى هم محطين ايديهم على حكام هذه الدول ويتحكمون في هذه الثروات تمام؟ كل الاموال معاهم كل الاقتصاد معاهم كل التقدم التكنولوجي والبشري والصناعي معاهم ده مش معناه ان انت ما تقدرش ان انت يبقى عندك تقدم تكنولوجي ولا صناعي ولا ولا لا 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 يحصل امتى؟ البداية من هنا من الوعي ان انت تبقى فاهم اصل الصراع وحقيقة الصراع حتى تتمكن من وقف هذا التقدم وهذا الزحف الشيطاني عليك على شخصك على بيتك على ولادك على بلدك على الاديان مش بتكلم على دين معاهم تمام؟ هو كل من يعرف ان هناك الله هو مستهدف من هذا الحزب الشيطاني او من هذا الفريق الشيطاني او من هذه المؤسسات الشيطانية دي البداية ارجو ان الحلقة او هذه الفقرة لا تتوقف عندك فقط وتسمع وتهز وتقول ايه فعلا عندك حق لا ارجو ان انت حلقة تعمل شير ارجو ان حلقة تهتم بالكلام ده وتنشره بنطاق كبير حتى نتمكن من الوصول لفريق يجابه فريق الشيطان البداية الوعي ترجمة نانسي قنقر